السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام حياكم الله أينما كنتم طبتم وطب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله الذي بيده كل شيء أن يؤلف القلوب وأن يستر العيوب وأن يرحمنا برحمته إنه على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمدك ربي على كل شيء أنت قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم هذه رسالة لأخت من أخيها جاء عندي اليوم يبكي ويتضرع لله عز وجل قد تألم قلبه لفراق أخته قد تألم قلبه لفراق أخته التي تصغره سنا فسألته قلت له يا أخي ما سبب هذا الهجران فأجاب بلسان صادق وبعين ممتلئة بالدموع قال المسكين سبب هذا الهجران هو كلام الناس الذي أوصلوه لأختي فقطعت صلة بها وقال المسكين وهو يبكي ودموعه في عينيه وتنزل على خديه وقد تبللت لحيته بدموعه قال يا أخي أنا لا أسمح ولا أصفح بل أتضرع بالليل للذي خلقني أن يأخذ حقي ممن فرق بيني وبين أختي قلت له اهدأ اهدأ يا أخي فالذي فرق بينك وبين أختك فالله عز وجل يشاهده ويراه وفي يوم من الأيام ستصلك أخباره وهو طريح الفراش فاذهب عنده وقل له أسأل الله أن يهديك لأنه فرق بينك وبين أختك قال يا أخي أحمد أخت المسكين التي تدعي أنها تعرف في الدين لعب بها إبليس اللعين وقال المسكين فوى ربي فوى ربي لن أسمح ولن أصفح عن من فرق بيني وبين إخوتي فقال لي بلسان صادق فقال لي بلسان صادق أنسي الذي ذهب عند أختي فقال لها كلاما عني فقال لها كلاما عني أنسي هذا الإنسان قول النبي العدنان لا يدخل الجنة قاطع رحم الله أكبر لا يدخل الجنة قاطع رحم فكيف لهذا الإنسان الذي فرق بين الرحم كيف له أن يصلي ويعبد الله عز وجل يا أخي أحمد يقول هذا السيد يا أخي أحمد كيف لهذا الرجل وهو يصلي وينادي ربه ويناجي ربه أنه كان سببا في تفرقة الإخوة وكان سببا في قطع الرحم وقطع الصلة بينهم يقول هذا الأخ سبحان الله يا أخي أحمد حينما ألتقي مع أختي حتى في الشارع فإنها تذهب من شارع آخر ولا تريد أن ترى وجهي من سوء الكلام الذي أوصلوه إليها كلام سيء خبيت كلام ربما الإنسان يقتل على هذا الكلام قلت له يا أخي ما قلت شيء قال يا أخي والذي نفسي بيده قال يا أخي والذي نفسي بيده أنني ما قلت كلاما يسيء إلى أختي أنني ما قلت كلاما يسيء إلى أختي وقال لي بلسان صادق وأنا هنا أحببته لأنه يقول هذا الكلام قال قال إذا كان عندها دليل قال إذا كان عندها دليل وهي تريد أن تؤكد صحة ما قاله الناس إليها فأنا مستعد لأجلس معهم سوية وعلى طاولة واحدة لأسمع ما يقولونه عني لأختي جاء عندي هذا الأخ لأنه يعلم أن أخته تتابع صفحتي جاء عندي هذا الأخ لأنه يعلم أن صفحته أن أخته تتابع صفحتي فقال بارك الله فيك أوصل لها الرسالة قلت له ما اسمها لأتصل بها قال يا أخي أترك الأمر لله وضع رسالة للعموم ربما تصل لأختي وتصل لكثرة الأخوات اللوات يسمعن الكلام من عند الناس قال الله قال ربي جل في علاه يا أيها الذين آمنوا والإشارة هنا لمن ليس للمسلمين الإشارة هنا أحبابي الكرام هي ليست للمسلمين بل للمؤمنين قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصر حما أعيد الحديث من صره أكتب الحديث وضعه على الأبواب ربما يحتاجه كثير منها من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصر رحمه قال رسول الله هذه رسالة للإخوة والأخوات الذين هم يقطعون الأرحام وقال لهذا الأخ يا أخي والذي نفسي بيده فوربي والذي نفسي بيده أن ذلك الكلام الذي أوصروه لأختي والله ما قلت منه شيء هذا الكلام الذي أوصروه لأختي والله ما قلت منه شيء أبدا قلت له هل كلامك صادق؟ قال والله إني صادق وقبل أن أقول والله إني صادق فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلبي قال والله ما قلت أبدا هذا الكلام الذي هو أوصروه لأختي فقد اتهموني بأنني قلت كلاما فاحشا عن أختي فأسأل الله أن يجمد الدم في عروقهم الذي يصل بالكلام ويأخذ الكلام يقول ويأخذ الكلام يقول أسأل الله أن يجمد الدم في عروقه قال يا أخي إني اشتقت والذي أطر فيه كثيرا قال يا أخي إني اشتقت أن أعانق أختي يقول المسكين قال يا أخي إني اشتقت أن أعانق أختي إني اشتقت أن أضم أختي لقلبي وصدري إني اشتقت أن أحكي لأختي أسراري فقد فرقوني على أختي لهم الله قال يا أخي قال يا أخي إني اشتقت أن أعانق أختي وأن أضم أختي لصدري وأن أقبل أختي يقول وليسانه وعينيه تضرفان الدمو ويقول يا أخي إني اشتقت أن أعانق أختي وإني اشتقت أن أقبل أختي وإني اشتقت أن أجلس مع أختي وأبتسم مع أختي وإني اشتقت أن تبتسم أختي معي لماذا يا أخي أحمد فعلوا في هذا قلت له أصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قلت له أصبر فربما امتيحان لك وامتلأ فربما امتيحان لك وامتلأ قلت له هي شتاء وتمر وصيف جميل يأتي وربيع بوروده وظهوره يأتي ويكرر ويقول يا أخي أحمد إني اشتقت أن أعانق أختي أقول لكم أيها الأحباب عانقوهم فإنهم قوارير عانقوهم فإن قلوبهم فإن قلوبهم طيبة يقول يا أخي إني اشتقت أن أعانقها وأن أقبلها وأن أضمها إلي لأحس وأشعر بأنني لازالت أختي حية لقد فرقوني عن أختي لهم الله يقول لقد فرقوني عن أختي لقد فرقوني عن أختي يا أخي لماذا هؤلاء الناس لا يخافون الله وتراهم يسجدون وتراهم يصلون وتراهم يتوضعون وتراهم يتكلمون وهم للرحم يقطعون أين الدين يقول يا أخي ألا يستحيون من الذي خلقه ألا يخشون الله عز وجل حينما يكذبون وبلسان غير صادق ينطقون ويقولون أين الإيمان أين القلوب الحية أين المضغة البيضاء إذا صلحت صلح سائل جسده يقول يا أخي إني اشتقت لأختي يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يقول سامحون بارك الله فيكم أنا ما أردت أن أتكلم عن هذه المسائل لولا جرح القلوب لولا جرح القلوب لبعض الناس قلوبهم قلوبهم خبيثة وأقولها والله قلوبهم خبيثة حينما يتكلمون بالكذب حينما يتكلمون بالكذب حينما يتكلمون بالكذب والله لا يخشون الله عز وجل وتراهم يضحكون حينما يرون عائلة تفرقت وتشتتت تراهم يضحكون ولهم يصفقون لأنهم يظنون أنهم فعلوا شيئا في هذه الدنيا والله ما فعلوا بل هم والشيطان في النار سواء بل هم والشيطان في النار سواء لقد فرقوا الرحم نسأل الله السلامة والعافية أحبابي الكرام أنا رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله تعبد الله اسنعوني جديدا تعبد الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا الكلام يجب أن نسمعه يجب أن نراجع أنفسنا قبل ثوات الأوان يجب أن نراجع أنفسنا قبل ثوات الأوان يجب أن نراجع أنفسنا قبل ثوات الأوان لأننا والله سنموت والله لا ينفعنا أبدا دنيا فانية ولا منزل ولا قصر ولا أي شيء في هذه الحياة بل تنفعك عقيدتك ينفعك دينك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم لا إله إلا الله إن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عن من شتمك ودائما أوصي بها أحبابي الكرام الصفح 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 على من يسبك ويشمك ويقدف فيك اصفح عنه تنال أجرا من الله لأننا في هذه الدنيا نحن نعمل على شيء واحد ألا وهو الجنة فقط لا نعمل أن يراني فلان أو علان لابد لك إن كنت طيب القلب ترى من يكرهك بدون أي سبب ترى من يكرهك بدون أي سبب لكن لابد لك أن تتقي الله في نفسك وتعلم أنك في هذه الدنيا أصلا أنت حي فقط يجب عليك أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الأصل الأصل هو العقيدة وقد أوضح أهل العلم أن قطع الرحم أن قطع الرحم تتسبب في العديد من الأضرار ويعد أعظمها حرمان قاطع الرحم من دخول جنة الله المستعد الذي يقطع رحم إخوته وعائلته لا يصل لا يسأل هذا محروم من الجنة نسأل الله السلامة والعافية هذا دين هذا عقيدة وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله قاطع الرحم لما قام عنا فإن نريد أن ندعو ربنا وأن أبواب السماء مرتجة أو مغلقة دون قاطع الرحم أي إذا كان قاطع الرحم في مجلسا فأبواب السماء تكون مغلقة نسأل الله السلامة والعافية الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال تعالى قال تعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نسأل الله السلامة والعافية يا من تأخذ كلاما فاسدا وتذهب به عند عائلة لتفرقها تذكر القبر وما أضلمه تذكر القبر وما أضلمه تذكر القبر وما أضيقه تذكر ظلمات القبر تذكر حينما تموت وترفع على أكتاف الرجال يأخذونك إلى القبر ثم يضعونك فيه فيتركوك لوحدك يتركوك لوحدك من يكون معك هل يكون معك الذي ذهبت عنده وبدأت تمدح فيه وتسب في الآخر لتظهر في أعين الإنسان أنت إنسان رائع لا والله لا والله لا والله لا والله بل سيبقى معك عملك فقط في القبر سيبقى معك عملك فقط عملك صلاتك صيامك زكاتك حجك صومك دينك أخلاقك صلتك لرحمك أي شيء جميل فعلته في الدنيا فهو مجموع في كيس العمل هو الذي يبقى معك في القبر لا ينفعك أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا صديقك ولا جارك ولا أي شيء بل ينفعك عملك فإن أسأت فعليها اتق الله اتق الله يا من تأخذ الكلام يا رجل يا امرأة يا من تأخذ الكلام الفاصق وتنشره بين الإخوة ليصبح أعداء أمامك وأنت تشاهد ليصبح أعداء أمامك وأنت تشاهد أما خشيت الله أما تبت إلى الله أما استحليت من الله أما تذكرت الله أما تذكرت الله عز وجل حينما تقف بين يدي الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان فيسألك هل الكلام الذي قلته لذاك الإنسان أو لتلك الإنسية أو الأدمية ألا هو صحيح فتجيب فيتكلم اللسان في الدنيا تتكلم كيف ما تريد على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب من كان يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فليقل وملائكته والقدر خيره وشره فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت تذكر معي وأنت ذاهب عند إنسية عند أخت من الأخوات تقول لقد قال فيك أخوك من أخوك وقال فيك وقال فيك وشتمك وسبك وكثير من الكلام كلام الأشارع الفاسد وهي أخذتها الحمية والعزة لنفسها ونسيت دليل ربها فقطعت الرحم عن أخيها نسيت أن الله عز وجل قال قل هات برهانكم إن كنتم صادقين قل هات برهانكم إن كنتم صادقين والله الذي أنا دائما أقول إذا جاء عندك إنسان قال لك فلان قال فيك قل تعالى أجلس خذ الهاتف واتصل بفلان وقل له إن فلان يقول أنت قلت له عني كده وكده وكده والله لا يبقى أحد يأتي عندك بقول خبيث أبدا لأنهم يعرفون أن ما في قلبك على لسانك لكن إذا رضيت بقول الفاحشة فذاك الشيء الذي يريدون أحبابي الكرام اسمحوا لي إن أطلت عليكم هذه الرسالة أردت أن أوصلها أردت أن أوصلها لتلك الأخت التي تتابعني في هذه الصفحة المباركة وأردت بإذن الله عز وجل أن تسمع كلامي وأقول لها إن أخاك لم يقل عنك شيء إن أخاك لم يقل عنك شيء وقد اتهمتيه بهتانا وظلما وعدوانا إن أخاك يبكي عليك كل يوم إن أخاك يريدك أن تجلس أنت وإياه إن أخاك يريدك ويريدك ويريدك لأن الأخوة في الدنيا فقط ويوم القيامة كل إنسان يقول نفسي 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 يوم القيامة كل إنسان يقول نفسي نفسي يقول هذا الأخي يا أخي أحمد إني أريد أختي في هذا الوقت المتبقي إلي لأجلس معها وأقبلها وأعانقها وأحس أن لا زالت لأخت حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله